طيب الزمالك بشكل عام بقى انت بتتكلم من نادي زي ما كنت نسي بتتكلم مع الأهلي العكس أهلي فوق قوي وفجأة نزل لتحت نادي الزمالك لو كنت سألتك أول الموسم لو كنا عاديين هنا مع بعض أول موسم هقولك الزمالك هيعمل السنة دي هتقولي ده هيخسر الدول هيخسر الكاس وهيخسر دولة أفريقيا بالدولة التميدي والحالة صعبة جدا ليه؟ فيش فترة تنقض لعيبة أصلا بتتخاني وعايز تمشي ومش عايزة تجدد وعودها هيأتحول الموسم ده مع فريد ايه اللي عملوا فريده في نوجه؟ أولا هو عمل استقرار استقرار فني وإداري وقال محدش يتدخل خالص سواء من مجلس الإدارة سواء من أي حتى هو مقال للكلام في الإعلام بيطلع شغير في المؤتمر الصحفي ما بيخليش العيبة تطلع في تتكلم كتير ودي ما كانتش تبقى موجودة كتير في نادي الزمالك فهذا الاستقرار بيقدل نظام واستقرار يقدل نجاح على طول وهو استثمر أن ما فيش لعيبة هيجيبها من بره فشاف بعض الناشئين اللي هما يستحقوا أنا وجد نظري أنه هو بيعمل جيل جديد لنال الزمالك وفريق كبير ممكن يتبني عليه حاليا علشان اللي جاي لكن شخصيته هي اللي فرع يعني ايه شخصيته؟ أنه هو يقدر باللغة الكرة عندنا يعني ايه؟ أنه يتحكم في قط اللبس أو يتحكم في اللعيبة الاحتياطية قبل اللعيبة الأساسية لأن حب اللعيبة الاحتياطية اللي قاعد بره واللي بره التشكيل هو اللي هيجيب لك انتصارك جوه داخل الملع بمعنى أن الروح والقتال الملايش كبالة النهاردة قاعدوا من الزعلان بره دي نقطة إيجابية جدا دي بتاعت مدير فني على فكرة حازم إمام قاعد بره ما بيتكلمش مبسوط بيبقى نازل عايز يموت نفسه في العشر دقيقة أو الربع ساعة أوباما قاعد بره بيبقى ينزل عايز يموت نفسه كل النقطة دي بتاعت مدير فني بتاعت شخصية مدير فني بتفرق أنت معاك كنت تطالي قلت أكيد عاشت الأجواة دي لما تبقى عارف أن المدرب كبير وفاهم هو بيقنعك يعني لو قالك أنت تعالي عقود على الدكة أنت بتأكد أنه هو صح عشان أنت مقتنع به مقتنع جدا لو أنت المدرب مش مقتنع به هتقول لا ده مش فاهم حاجة هترتكب مشاكل أو أنت هتقول ليه شمعنا أنا ملعبش لأمه هنا أحسن من فلان وفلان لا لكن هو عامل توليفة عامل روح ما بين اللعبة وما بين بعض والحاجة الأكتر أن اللاعب مقتنع ودي كلمة مهمة جدا قولتها اقتناع اللاعب بالمدرب لأنه هو برضه عنده ما ننساش الهسر بتاعه أو يعني هو قبل كده جابه طولات معنات الزمالك وحقق هذا النجاح لما كان فيه هدوء وكان فيه بعض اللعبة الجديدة لكن اشتغل في 2015 وجد دوري وكاس قبل كده رغم أنه عنده هيبات ما دلوقتي بنقول بن شرقي دلوقتي بدأنا نحس أن ما فيش بن شرقي طريق حامد قولنا بعد طريق حامد في نصر هتبقى مشكلة كبيرة جدا دلوقتي من خير طريق حامد الأمور مشها في شكل كويس عنده استمراريا أنه أي حد يبقى كويس لأن حب المدرب وحب اللعبة البعض فارق كتير والروح دي بينه مع اللعبة وبعض وهدوء الإدارة فيش حد بيطلع يتكلم ولا حد بيقول دلوقتي حتى اللعبة ولا مستحقات ولا ولا برضو تحساب للإدارة أنه يخلي الأمور دلوقتي متاحة جدا للمدير الفني واللعبة عشان يجيبه بطولة